السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا دكاترة عاملين ايه معاكم زملكم روزين فارق طبيبة امتياز والنهاردة ان شاء الله هنتكلم كده على موضوع مهم من مواضيع النساء اتمنى ان كل حاجة تبقى معاكم تمام والنساء تبقى معاكم تمام قبل ما نبدأ هنقول دعاء المذاكرة اللهم اني اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين اللهم اشعر سنتنا عاملة بذكرك وقلوبنا بخشياتك واسورنا بطاعتك انك على كل شيء قدير وحاسبنا الله ونعم الوكيل طيب هنتكلم على ايه في محاضرة النهاردة والله احنا هنتكلم على موضوع اسمه من الفيميل جنتل تريك طبعا من الاسم واضح ان انا انا عندي نورمال بليدنج من الفيميل جنتل تريك صحي كده احنا كلنا عارفين ان الفيميلز بيجيلهم او اللي هي السايكل اللي بيجيلها كل شهر فده اللي بنقول عليه النورمال تمام فعشان كده انا لما بيجي اقولك من اول العنوان هكلمك على حاجة حاجة اسمها الابنورمال بليدنج من الفيميل جنتل تريك يبقى لازم تبقى عارف ان في ايه نورمال وانا لازم ابقى عارف النورمال ده عشان لما يجيلي الابنورمال قدر احدد ايه هو تمام يبقى موضوعنا النهاردة ابنورمال بليدنج من الفيميل جنتل تريك بشكل عام يعني البليدنج ده ممكن يبقى جاي من اي حتة من الايه او ممكن يبقى سببه اي جزء من اجزاء الفيميل جنتل تراكت بايه بشكل عام. تمام? طيب قبل ما نبدأ في محاضرتنا نتذكر اخواتنا اللي كانوا في مختلف الدفعات وندع لهم بربنا يرحمهم ندع لهم بالرحمة. اه طيب بعد كده اول حاجة بقى هنبدأ بيها. احنا دلوقتي بنقول ان انا هكلمك على حاجة او موضوع اسمه زي ما اتفقنا اقدم في اب نورمل يبقى في نورمال. تمام? طيب هو لما يجي يكلمني على الاب نورمل ده بيقولي انه ايه? والله بيقولي ان الاب نورمل يودراين بليدن هو اي بليدن جاي من بس الاب نورمل يعني انا عندي النورمل لكريتيريا معينة هنتكلم عنها دلوقتي. هو مش متفق بقى مع البليدن النورمل دا لا في يعني لا في بتاعه ولا في المدة بتاعته اللي بيعودها ولا في بتاعت البليدن مش متفق مع اللي هي اللي احنا متفقين عليه اللي بيحصل في اي امرأة في بتاعها تمام يبقى بتاع هو مش متفق مع اللي مش متفق مع مع في اي حاجة هو مش متفق فيerapeutん 맛있ي ولا متفق في الديوريشن ولا في الامونت ولا ايه بالحققي طيب انا زي ما اتفقت معيك كان قدام قلت ان في اب نورمال يبقى انا فيه نورمل طيب وانا عشان اعرف احدد اب نورمال لازم اكون عارف اياه هو اليه النورمال تعال observe كم مع بعض نشوف النورمال بليدنج طيب يعني ايه هي بقى النورمال منيسترويشن كلنا ها عارفين il cycle التو عارفين بقى il cycle والدياجرام اللي كنا بنرسمه والأورقالLuys and Hourੀ وكل الأهم فإرا لست لدينا جذبة اجتر ان اجتر بالدخلاق اجتر ان اضطين ست tongue اسم اجتر hablan جذبة من اول يوم لأول يوم ان كان يوم اول شهر كان يوماربعة ت overnight aurawada يوماربعة يومور ربعات اربعة من اول يوم والفرست لم يوم فهو الفرست الفرست وتر께 يوم perfid هوا دي أربعة تمام. هو دي كده أول عليها انها كده إيه. انها كده سايكل كده جت لها سايكل فهي نحسبها من اول يوم لأول يوم تمام. طيب الـ . بتاعت النورمل سايكل إنها غالبا بتبقى إيه من كل 21 feliz tel은 35 film تمام يعني يعني تقريبا بنقول إنها بتبقى إيه بتبقى من ثلاث أسابيع لخمس أسابيع تمام يعني دي المدة بتاعتها انها هي تيجي كل من ثلاث اصابيع لخمس اصابيع وده بنعتبره طيب بتاعيتها لما ييجي للفيميل السايكل غالبا بتعود من ثلاث لخمس ايام تمام والثلاث لخمس ايام دور برضو فيهم ممكن تزيل عن كده شوية ممكن تقل عن كده شوية ولكن احنا غالبا بنتكلم على المدة بتاعت نفسه غالبا بتبقى من ثلاث لخمس ايام الامونت بتعته برضو بتبقى من ثلاثين لخمس ايام هيا بتفقد خلال الواحده من ثلاثين لخمس ايام بلونت تمام دي نورمال مرستر ميرستر وايشن يبقى خلاص عرفتنا ان انا عشان احدد نورمال ميرستر وايشن انا عندي سايكل بحسبها من اول يوم لأول يعني من قول يوم في السايكل دي ling beyond necessary لَّاول يوم في السايكل اللي بعدها كده اقول عنها ايام كده اقول عليها سايكل تمام وان هي بتيجي غالبا يعني الفريكونسي بتاعتها من 21 ل 35 يوم اللي هما من 3 ل 5 أسابيع وانا كتبت لك الأسابيع عشان ايه تصبطها مع الباقي يعني الديوريشن من 3 ل 5 أيام والأمونت من 30 ل 50 ميلي تمام ده كده اللي بنقول عليه نورمال ساكل هي دي النورمال منستوريشن اللي تتيجي للفيميل طب والله بقى لو حصل خلل في الفريكونسي او خلل في الديوريشن او خلل في الأمونت حصل خلل في اي حاجة من دول بنبدأ ان انا اقول عليها ابنورمال يوتراين او سوري ابنورمال ريدنج من الفيميل جنتل تراكت بايه بشكل عام طيب عندنا كده شوية مصطلحات بقى هنبدأ ان احنا نستخدمها مع بعض فنبص على الجدول ده اللي هو موجود عندكو اصلا اللي بالمصطلحات ياولاد اللي بنبدأ نستخدمها قالك اول حاجة ان انا عندي حاجة اسمها بولي مينورية والبولي مينورية كلمة بولي اصلا يعني كتير بنصطلح ده لما بحطوا كلمة بولي يعني معناها كتير فدي في ميل غالبا غالبا كل السايكلز اللي هنتكلم عنها في الاول دي هي كلها ريجولر تمام يعني هي بشكل بشكل منتظم ولكن بيبقى فيها خلل في حاجة تانية ايه الخلل؟ قالك البولي مينورية بيبقى فيها خلل في الفريقونسي بتاعي احنا اتفقنا للنورمال ان هي تيجي من 21 ل 35 يوم هنا قالك هي تو فريقونس يعني بتيجي كتير فبتيجي في مدة اقل من 21 يوم يعني في مدة اقل من ايه من 3 اسابيعين تلاقي في ميل مثلا اسبوعين وجالها البيلود ده بيبقى طبعا ايه بنقول عليه تو فريقونس اما بالنسبة للديوريشن والامونت بيبقى نورمال عايزة ما فيهمش مشكلة والخلل في الفريقونسي بس طيب عكسها الاوليجو منورية اوليجو يعني قليل لما بنحط مصطلح اوليجوي يعني كلمة قليل هي برضو زي ما اتفقنا الرزمة بتاعها هو نورمال ولكن هنا بنقول عليها تو انفريقونس تو انفريقونس يعني مدتها المدة بتيجي مدة قليلة اقل تمام؟ يعني هي بتقعد 35 يوم تعريبا بتقعد ممكن تقعد خمس اصابيع ستة اصابيع اي ان كان وبعد كده تجيلها البيلود فنزي بنقول عليها بيليود تو انفريقونس تمام؟ خلي بالكو عشان المصطلحات مطلق بقوش مع الارقام يعني انا لما بقول بولي منورية يعني نفهمها بالروحة ان هي البيليود بتجيلها كتير يعني هي فريقونس يعني هي تو فريقونس فلما تجيلها كتير ده معناه ان عدد الايام ما بين كل سايكل والتانية قليل فعشان كده بقول اقل من 21 اما لما اقول اوليجومنورية يعني ان البيليود بتجيلها قليل فهي تو انفريقونس فده معناه ان عدد الايام اللي ما بين كل سايكل والتانية كتير عشان كده بنقول اكتر من 35 تمام كده؟ واتفقنا ان هي اللي اتنين هما ريجولار عايزة وهنا برضو الديوريشن والامونت في كل الحالتين ايه بيبقى نورمال طيب بعد كده عندي حاجة اسمها المينوراجية مينو يعني الكمية بقى انا بتكلم هنا على الكمية بتاعت البليدنج ذات نفسه انها كتير فهي السايكل هي ريجولار عايزة والفريقونسي بتاعها زي الفول يعني من 21 ل35 ما فيوش مشكلة ولكن الكمية بتاعت البليدنج بقى والديوريشن اللي بيعودها هتبقى ايه؟ هتبقى هي اللي زيادة وهتبقى انجريزة عشان تيمينو فمعناها ان بيريود بتجيلها تقيلة يعني تلاقي الفيميل بتقول ان بيريود كانت تقيل عليها المرة دي مثلا تمام؟ وخلي بالكو يا ولاد ان هو غالبا يعني الديوريشن والامونت بيبقوا ماشين مع بعض تمام؟ يعني علاقة طردية كده ان انا لما تزيد كمية الدم فاكيد الفترة اللي هيعودها اكتر لما تقل الفترة هتعودها قل وهكزة يعني طيب عكسها اللي هي هي هيبو منورية والهايبو يعني برضو قليل او الكمية بقى قليلة فهي برضو هي ريجولار والفريقونسي بتاعها كويس عادي ولكن هي الكمية والديوريشن اللي بتاعودهم قليلين قوي تمام؟ طبعا احنا في كل الارقام دي او في كل الحاجات دي احنا عارفين النورمال زي ما اتكلمنا عنه وببدأ ان انا اطبق على الارقام والحاجات اللي عندي تمام؟ طيب بعد كده هيبدأ بايد اخلك الاتنين مع بعض يعني واحدة جاية مثلا ببولي مينوراجيا فالبولي مينوراجيا دي يعني هي بقى الدنيا بايزة معاها من كل ناحية يعني هي الفريقونسي بتاعها هي توفريقونس تمام؟ يعني قل من واحد وعشرين يوم والأمونت والديوريشن برضو زيادة يعني كله بيبقى ايه بيبقى زايد وعكسها الاليجو هيبومنورية يعني هي بقى البيريو بيجي لها انفريقونس والكمية والديوريشن بتاعها تبقى دي كريس تمام؟ يبقى دلوقس يعرفنا البولي يبقى هي فريقونس الاليجو يبقى هي انفريقونس تمام؟ واتفقنا انا يعني فريقونس وانفريقونس وعلاقتها بعدد الايام ده عشان ما نتلغبطش فيها الهايبومنورية يعني كميتها قليلة والديوريشن اللي بتاعودها قليلة مينوراجيا عكسها الامونت والديوريشن كبيرة البولي مينوراجيا يبقى جمعنا الاتنين مع بعض والاليجو هيبومنورية برضو جمعنا الايه الاتنين مع بعض فاضل برضو عندنا كده شوية مصطلحات كمان قالك في حاجة عندي اسمها الميترو راجيا الميترو راجيا دي يا ولاد هي كلمة مترو اصلا جاية من اليوترس يعني المفروض وهي مترو راجيا ودي سايكل بتبقى irregular في كل البرامترس يعني احنا اتفقنا ان كل السايكلز اللي فوق هي ريجولار تمام؟ يعني هي مثلا ملخبطة في الفريكونسي ولكن هي بتيجي بشكل منتظم مثلا كل ايه خلاص انا بيجي لها كل ثلاث اصابيع بها كل ثلاث اصابيع كل ثلاث اصابيع وهكذا فهي ريجولار تمام؟ اما هنا بقى الميترو راجيا هنا مفيش اي ريجولار في اي حاجة هي اي ريجولار في كل البرامترس اللي موجودة يعني هي مفيش مدة محددة الفريكونسي بتاعها مش محدد الاماونت الديوريشن كل حاجة بتاعتها ايه مش محددة دي اللي بنقول عليها الميترو راجيا تمام? عندي حاجة يسمها الميترو مينوراجيا فانا لما حط لك الاتنين مع بعض الميترو يعني هي اتفقنا ان هي مينو اتفقنا ان هي بتبقى ايه زيادة في الكمية والديوريشن فعشان كده دي بنقول عليها الريجولار برو لونجيد اكسسيف منسترويشن يبه هي دي برضو كل البرامترز بتاعتها بايزة وكمان زياد عليها انه هي بتبقى اكسسيف وبرولونجيد اكسيزيف يعني الاماونت برولونجد يعني الديوريشن ده اصلا تعريف الايه المينوراجيا تمام كده يبقى متر وراجيا وفي فرق بين الميتر وميتر ومينوراجيا بعد كده بيقولك والله عندي حاجة اسمها انتر منستيروال بليدنج الانتر منستيروال بليدنج ده ولاد انه هو تلاقي في ميل مثلا كده ما بين السايكل والسايكل جالها بليدنج ودي ممكن برضو تبقى في السيولوجيكا العاية ما فيهاش مشكلة يعني برضو اخر نوع اللي هو الميت في السيولوجيكا الوفيولاتري سبوتنج تلاقيها برضو عند الميت سايكل نتيجة كده فوقت الوفيوليشن برضو ممكن عشان لغبطة الهرمونات ممكن بيزل على الفيميل ايه نقطتين تلاتة دم كده فاهمين يعني ما بيبقاش بليدنج هي بتبقى سبوتنج تمام سبوتنج ده اللي هي نقط بس قليلة كده ممكن تحصل عند وقت ال ايه عند وقت الوفيوليشن تمام يبقى احنا دلوقتي بدأنا مع بعض الامنورمال بليدنج الامنورمال بليدنج من الفيميل جينتال تريك تمام كده اتكلمنا على ديفينيشن واتفقنا ان هو اي بليدنج مش ماشي مع الحاجات النورمال في الفريكونسي والديوريشن والامونت وقلنا المصطلحات اللي عندنا اللي هنستخدمها غالبا بعد كده ونبدأ ان احنا نعرف نفرق منهم دي كده صورة انا حطها لكم بقى عشان نبدأ لما منيجي نتكلم على الامنورمال بليدنج بنحط له كوزس تمام اي حاجة بنحط لها ايه بنحط لها اسباب تمام فعشان كده او كلاسيفكيشن فعشان كده في يعني النمونج كده مشهور بنقوله ان هو بالم كوين تمام دي الاسباب بتاعت الامنورمال يوتران بليدنج او الامنورمال بليدنج من الفيميت جنتل الايكت بشكل عام تمام النمونج ده مشهور قوي اسمه بالم كوين فبنقول ان البي بتبقى التي هي الايه البي بتبقى البوليبرس تمام البي بتبقى البوليبس الائ ل هي الادينو ميوسس تمام الال الل هي الاي يومايوميومة الام ماليجنسي اي ماليجنسي او هايبر بليزيا الـC حاجات بقى مثلا في التro Oberloch اي حاجة اندوميتريال يعني حاجة في الاندوميتريال مذات نفسه الاي ممكن تبع حاجة اياتروجينيك والان نوت يت كلاسفايد الان نوت يت كلاسفايد دي اللي هو ممكن واحدة بتنزف مش عارفين عندها اي سبب فهي يعني هي بتنزف وخلاص ولسه معرفنش السبب فبنحطها ضمن الان نوت يت كلاسفايد تمام ده نيمونك كده مشهور قلت حطه لكم اسمه ايه بالم كوين طيب يبقى تعالوا نتكلم مع بعض على الكوز بتاعت الايه الكوز بتاعت بتاعت الامنورمال يوترايم بليدنج احنا هو قالك في الاول ان انا عندي يعني الامنورمال يوترايم بليدنج ده بنعمله كلاسفكيشن والكلاسفكيشن دي انا ممكن اتكلم عنه على حسب الكوز على حسب الاج او على حسب الطيب بتاع البليدنج تمام فالكوز ده اللي احنا هنبدأ به دلوقتي يعني هعمل كلاسفكيشن على حسب الكوز دلوقتي والاج هناخدها كده تجميعة في اخر صفحة في المحضرة و الـ Type سنتحدث عنه خلال الشرح يبقى أنا دلوقتي عشان ما ننتهش من بعض أنا بعمل Classification لـ Abnormal Pleading من الـ Female Genital Tract إما على حسب الـ Cause أو الـ Age أو الـ Type نحن دلوقتي سنتحدث عن الـ Causes بـ Abnormal Pleading و هذه اللي احنا تكلمنا عنها في الـ Slide اللي فاتت اللي هو النيمونيك اللي أنا قلت لكم اللي هو Balm Coin هنتكلم بقى عنها دلوقتي زي ما هي موجودة عندكم في الكتاب فهو بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن أنا عندي أنا بابدأ إن أنا قسم بقى الـ Causes والله أنا ممكن يبقى عندي زي أي حاجة أنا ممكن يبقى عندي Local Coase ممكن يبقى عندي General Coase ممكن يبقى عندي حاجة اسمها D-U-B تمام؟ Dysfunctional Utrean Bleeding Dysfunctional Utrean Bleeding والـ Dysfunctional Utrean Bleeding ده حاجة كده أنا ما بقولهاش غير لما أستوفي إن أنا مفيش سبب Local مفيش سبب General فأبدأ إن أنا أدخل في سكة Dysfunctional Utrean Bleeding تمام؟ يبقى الـ Causes وعشان منتوش من بعض أنا دلوقتي بعمل Classification على حسب الـ Causes والـ Causes يبقى Local أو General أو D-U-B طيب هنتكلم أول حاجة على الـ Local Causes اللي ممكن تعمل Bleeding والـ Local Causes دي يا ولاد ممكن تعمل Minoragia وممكن تعمل Mitroragia طيب Min shutter هيبقى فاكر يعني إيه Minoragia أو Mitroragia المينوراجا إن هي ممكن تعمل Regular Excessive Period تمام؟ يعني الـ Period كميتها زيادة قوي احنا اتفقنا لو فاكرين Minoragia يبقى زيادة في الـ Amount وزيادة في Duration صح كده؟ إن الـ Period تبقى تقيلة شوية تمام؟ دي بتبقى Excessive Period فالـ Causes بتاعت المينوراجا والله إن هي بقى تزود عارفين أي حاجة يا ولاد تبقى موجودة في اليوترس مثلا تزود مساحت السطحة أي حاجة تزود البلاطسابلاء هتعمل إن الـ Period تبقى تقيلة بشكل ما أو Excessive فالـ Adenomyosis ده واحد من الأسباب لو في كونجينتا الأنومالي في اليوترس البايكورنيت يوترس مثلا بيزود مساحت السطحة فيزود كمية الـ Bleeding لو هي مركبة IOCD ده برضو ممكن يعمل يزود يخلي الـ Period تقيلة لو عندها Eutrovaginal Prolapse أو عندها Retroversion الحاجات دي برضو بتأثر على الـ Blood Vizels بتأثر على كمية الدم فبتزود بتعمل الـ Period تقيلة شوية لو عندها Belvic Endometriosis برضو هيزود كمية الدم لو عندها أي إنفكشن تزود الـ Blood Subly أي إنفكشن يولاد تزود الـ Blood Subly فبرضو لو عندها BID لو عندها Endometritis لو عندها Trine Fibromyoma برضو ممكن تزود أي حاجة تزود المساحت السطحة أي تومر موجود يجيله Blood Subly يزود كمية الدم هتعمل excessive period أو هتعمل ايه؟ هتعمل مينوراجيا تمام؟ طيب دي الـ Local Causes اللي بتعمل مينوراجيا قالك والله فيه Local Causes بتعمل Irregular Bleeding تمام؟ خلي بالكم يا أولاد ما عليش بس إن الميتوراجيا دي يعني فيه ناس أصلا بيقولوا عليها إن دي من Cycle يعني أنا ما بقاش عارف لها Cycle يعني هي من كتر ما هي Irregular فكل حاجة ما بنقولش أصلا عليها إن هي إيه إن هي Cycle فالميتوراجيا دا اللي هو كده هو Bleeding بشكل عام كده بتعود إن هي إيه يجيلها Irregular Bleeding من وقت للتاني تمام؟ هي غالبا برضو بتتشابه مع المينوراجيا في شوية أسباب يعني هي برضو ممكن يبقى عندها كانسر ولا حاجة ممكن تبقى عندها برضو بوليب البوليب دي ممكن تبقى cervical أو fibroid مثلا ممكن يبقى عندها كارسينومة سواء في البوجينا أو في السيرفيكس أو في اليوترس ذات نفسه ممكن يبقى أوفيريان تيومر ممكن يبقى أوفيريان تيومر مؤثر على الهرمونات برضو بشكل أو بآخر فيبدأ زي الجرانيولوزا أو سيكا سيل تيومر فيبدأ إن هو يعمل لها متروراجيا ممكن يبقى عندها انفكشن يبقى عندها سيرفيزايتس ممكن برضو تبقى سيرفيكال إيروجين اللي اتنين دول بشكل أو بآخر هيعملوا متروراجيا عشان هما يعرفين أنتو حاجة بتنزف هي مالهاش علاقة أصلا بالسايكل مالهاش علاقة بأي حاجة وبتنزف مع نفسها تمام؟ ممكن تبقى كومبليكيشن للبريجنسي يعني هي ممكن كانت حامل مثلا وبعد كده حصل لها سيرتين دابوشن أو حصل لها اكتوبك فبدأت إن هي برضو إيه تنزف تدخل في متروراجيا ممكن تبقى مركبة برضو كونتر سيبت ديفايس أو حاجة فهو اللي عمل لها الإيرجولار بريدينج ده فيعني هما الاتنين بيتشابهم مع بعض في شوية أسباب تمام؟ فالحاجة غالبا اللي هتعمل مينوراجيا ممكن تعمل متروراجيا والحاجة اللي تعمل متروراجيا ممكن تعمل مينوراجيا وهكذا كله بيبقى شغال مع بعضه تمام؟ يبقى دي كده اللي تعمل أبنورمال بليدنج من الفيميل جنتل تراك تمام؟ وقسمناها المينوراجيا وميتروراجيا والنيمونك اللي انا قلته لكم في الأول بيسهل الموضوع يعني تمام؟ سواء مينو أو مترو هي بوليب أو أدينوميوزيس لايوميومة أو ماليجننسي مثلا أما الحاجات برضو السيستميك اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي ممكن تبقى كواجلوباسي أوفليرتري ديسفونكشن اندوميتريال ياتروجينيك أو حاجة لسه ما تبينتش يبقى احنا كده خلصنا اللوكال والله الجنرال بقى الجنرال دي طبعا عارفين انه حاجة موجودة في الباشنط بشكل عين بقى انه حاجة عندها مأثرة على كل السيستمز اللي موجودة فهي العينة ممكن تبقى هيبthyroadism الردجم تمام؟ والهايبوثيرو ديسم غالبا بتعمل غالبا بتعمل bleeding او اللي اللي بنقول عليها المكس ديما تمام؟ طيب عشان برضو الحتة دي ما عروفش اقل بها لك ولا لا يعني الهايبوثيرو ديسم والهايبرثيرو ديسم اللي اتنين ممكن يعملوا bleeding ولكن الكمنن قوي مع الهايبوي ان هي تعمل bleeding مع الهايبر ممكن تعمل بليدنج ولكن لما توصل لنسبة عالية قوي قوي ايه قوي هتبدأ ان هي تعمل شوت داون بقى للسيستم وان هي ايه ما يبقاش عندها بليدنج خالص تمام يبقى لأشهر هي الهايبوسيروليزم ممكن العيانة دي يبقى عندها حاجة في الـ Blood Disorder مثلا ممكن يبقى عندها Coagulation Disorder ممكن يبقى عندها حاجة سيستميك زي الهايبرتنشن عندها liver orina failure مثلا مؤثر عليها ممكن هي كانت ماشية على استيرويد او كانت ماشية على وسيلة من الحملكة بتاخد اللي هي الدبروفيرا مثلا فوقفتها مرة واحدة فده بيحصل حاجة كده اللي هو withdrawal bleeding يعني steroid hormone withdrawal او break through bleeding ده بيحصل مع الـ Oral Contraceptive او الدبروفيرا او لو هي كانت بتاخد استيرويدز ووقفتها مرة واحدة ممكن يحصل مع الـ Obesity وممكن يحصل مع حاجة سيكوثوماتيك يعني حاجة ايه نفسية ومؤثر على الايه مؤثر على السيستمز بتاعة الفيميل دي تمام دي كده الـ General causes اهم حاجة طبعا الـ Coagulation الهايبوسيروديزم دي الحاجات المهمة الحاجات السيستميك برضو الهايبرتنشن من الحاجات دي دي بتبقى الحاجات غالبا المهمة عشان هي اصلا بتأثر لها على كل السيستم يعني ما بتبقاش مشكلتها نيسة بس لأ ده بتبقى مشكلتها ايه في كل حاجة يبقى احنا كده في الـ Causes خلصنا الـ Local causes وخلصنا الـ General causes بتاعة الايه بتاعة الـ Abnormal bleeding من الفيميل هنبدأ بعد الوقت ندخل على موضوع هو ده يعتبر موضوعنا الاساسي في محاضرة النهاردة اللي هو بنقول عليه الـ D-U-B او Dysfunctional uterine bleeding Dysfunctional uterine bleeding يا ولاد ده انا عندي bleeding تمام انا عملت كل الحاجات اللي ممكن اعملها كل الـ Investigation كل حاجة وملاقيتش اي 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 سبب تمام فانا يعني الحاجة لما بنقال يعني مش بنلاقلها سبب بنبدأ بنقول عليها ان هي ايه ده dysfunctional تمام يعني فيه خلل في الوظيفة ولكن احنا بقى مش عارفين هو ايه ولكن غالبا غالبا بيبقى ليها علاقة بالهيرمونات تمام فلما اجي اكلمك على الـ Dysfunctional uterine bleeding الـ D-U-B واقول لك قولي definition كده هتقولي ان هي كل الفورمز كل الفورمز بتاعة الـ Abnormal uterine bleeding in which the bleeding is not due to ولا local ولا systemic organic cause ولكن هو نتيجة disturbance في الـ HBO axis ايه هو الـ HBO axis اللي هو الـ Hypothalamic-Betutory-Overian axis تمام يبقى مشكلة ايه؟ مشكلة هيرمونات هي كلها مشكلة هيرمونات تمام وده بيبقى Diagnosed by Exclusion يعني انا بعد بقى ما عمل لي العيانة دي كل حاجة واشوف اللوكال كوز وعمل لها Ultrasound واشوف السيستيميك واخد منها تاريخ مرضي كويس اخد كل 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 حاجة ملاقيتش عندها اي سبب ان العيانة دي يبقى عندها بليدنج نتيجة لي local systemic organic cause فابدأ ان انا اقول ان هي D.O.B. او اللي هو اي نتيجة له الـ HBO axis تمام والإنسدنس بتاعه الـ D.O.B. دا يا ولاد ممكن يحصل في اي وقت تمام يعني هي الـ Reproductive H بتاع الفيمير من البيوبرتي لحد المينبوز ممكن يحصل في اي وقت ولكن بيبقى كومن قوي يعني افتر بيوبرتي على طول يعني اول في وقت البلوغ سن البلوغ على طول بيبقى في لغبطة في بيبقى كومن قوي في الفترة دي او before المينبوز اللي هو قبل برضو سن اليأسف همين؟ يعني احنا بنقول لما بيبدأ بيسخن ولما بيخلص تمام؟ بنبدأ نقول ان دا اكتر وقت بيحصل في الـ D.O.B. او Dysfunctional uterine bleeding تمام؟ يبقى نتيجة في الـ hbao axis وبيبقى Diagnosed by execution تمام؟ بيبقى؟ بيبقى interpreted by execution ام享م نتتكلم يا اولاد على الـ D.O.B. وانتفعنا خلاص قلنا الـ definition بتاعه وقلنا ان هو اكتر حاجة بيبقى في وقت بلوه اي بعد البيوبرتي على الطول او قبل المينبوز تمام؟ اللي هو هو بيسخن وهو بيخلص تمام بعد كده بيقول لك الكلاسيفكيشن بتاعت انا عندي كده نوع من فعندي تأسيمة هستولوجيكال وعندي تأسيمة كلينيكال تمام التأسيمة الهستولوجيكال دي بنقول عليها هستولوجيكال او بالهستولوجي عشان انا ببص فيها على الاوفري فبيبقى عندي نوع حاجة اسمها اوفيلر طايب وحاجة نوع تاني اسمه اوفيلر طايب تمام بص يا باختصار كده بسهولة الاوفيلر طايب ده انا لما ببص على الاوفري بلاقي فيه كل علامات الاوفيوليشن يعني فيه سايكل عادي يعني فيه استروجين وبروجسترون وزدرور وبلاقي لو عملت اختبارات الاوفيوليشن بلاقيها بوزطف عادي والاندوميتريام بيبقى سكرتوري معنى ان الاندوميتريام سكرتوري ده معناه ان فيه ايه ان فيه بروجسترون طلع وخلى الاندوميتريام سكرتوري فعشان كده الأوفيلر طيب بيبقى ليه علاقة بالإستروجين وبروجسترون مع بعض وده بتبقى غالبا يعني سايكل عادية ولكن فيها ديسفونكشن في حاجة تانية تمام أما الآن الأوفيلر طيب اللي هو بقى مالوش علاقة بالأوفيوليشن ده بيبقى نزيجة للإستروجين لوحده يعني فيه خلل في الإستروجين بس ولو عملت اختبارات الأوفيوليشن هلقيها نيجاتيف والإندوميترين بيبقى بروليفريتف يعني اللي هو تأثير الإستروجين على الإندوميترين إنه يخليه بروليفريتف فده بيبقى إستروجين بس تمام يبقى التأثير بتاعت الديو بي الهيستروجيجل اللي هو أوفيلر ون أوفيلر الأوفيلر يبقى أوفيوليشن والإعلاقة بالأوفيوليشن والإستروجين وبروجسترون والإندوميترين بيبقى سيكريتوري ده معناه إن فيه بروجسترون طلع الأن أوفيلر بيبقى ليه علاقة بالإستروجين بس ولو عملت اختبارات الوفيليشن بتبقى نيجاتيف والإندوميترين بيبقى بروليفراتيف ده معناه ان هو إيستروجين بس وده تأثير الإيستروجين على الإندوميترين طيب كتأسيمة كلينيكل يعني لو العيانة جاية لكده فبرضو هي ككلينيكل هو بيبقى فيه سايكليك طايب يعني ليه علاقة بالسايكل اللي هو بنقول عليه الريجلور طايب اللي هو بنقول عليه الوفيولور طايب كلها مصطلحات لحاجة واحدة سايكليك أو ريجلور أو الوفيولور وده في منه نوعين فيه حاجة اسمها ال Syrian بولي مينورية والدسفونكشنال منوراجي هي ذي نفس المصطلحات اللي احنا كنا قلناها البولي مينورية والمنوراجية ولكن هنا بنكون عليها كلمة ايهnty gens ان انا هنا مش لاية ليه ان هي دي و بي فبنقول عليها دسمجشنل بولي مينورية أو البي مينوراجي ده السايكليك أو الريجلور الاسايكليك أو الريجلور أو اللي هو النان اوفيولور حاجة اسمها السريشورد بليدينج والميترباثيا هيموراجيكة تمام؟ بليدينج والميتروباسيا هاموراجيكا يبقى عشان ما ننتهش مع بعض في المحضرة احنا اول جزء في المحضرة اتكلمنا عال بليدينج بشكل عام تمام اتكلمت على النورمال عشان تبقى عارف الايه الابنورمال يعني انا عارف النورمال دلوقتي فلما يجي لي ابنورمل ابقى عارف ايه هو اتكلمنا في الاول على الاسباب بقى والحاجات اللي تعمل بليدينج بشكل عام وقلنا ان هي بتكلم على إما COSES أو على H بتاع البيشنت أو على الTYPE تمام بعد كده دخلنا في الكوزيس قلنا الكوزيس يا إما لوكال يا إما جنرال أو اللي هي SYSTEMIC أو DUB أو DYSFUNCTIONAL UTRINE BLEEDING خلصنا اللوكال بالأسباب اللي بتعمل مينه راجع والأسباب اللي بتعمل متر راجع خلصنا SYSTEMIC ودخلنا في ال DUB اللي هو جزء محضرتنا الكبير ال DUB اللي هو DYSFUNCTIONAL UTRINE BLEEDING واتكلمنا على ال DEFINITION بتاعه أي بليدنج ماش ماملوش LOCAL ولا SYSTEMIC COS والنوة لي علاقة بالHBO ACCESS تمام زي ما انتو شايفين هنا بقول لك الأوفيلر إستروجين وبرجسترون الأوفيلر إستروجين بس فهي كلها لي علاقة بالهرمونات والHBO ACCESS تمام آآ وقلنا ال INCIDENCE بتاعه دلوقتي اتكلمنا على ال CLASSIFICATION بتاعة ال DUB تمام دلوقتي بقى احنا هنتكلم على كل نوع من اللي انا قلتهم لك دول بشوية تفصيل تمام يعني هاتكلم على ال DYSFUNCTIONAL BOLUMINORIA تتكلم على ال DYSFUNCTIONAL MEINOROGIA هاتكلم على ال MITROBASIA HEMOROGICA واتكلم على أول حاجة هنتكلم عنها هنبدأ بالأوفيلر هنبدأ اللي هو بالأوفيلر اللي هو السايكليك اللي هو الريجولر وأول حاجة هنتكلم عنها اللي هي ال DYSFUNCTIONAL BOLUMINORIA تمام؟ هو في ال DYSFUNCTIONAL BOLUMINORIA يعني ايه أصلاً بولي مينورية زي ما اتفقنا؟ يعني السايكل بتجيلها يعني بتجيلها أقل من 21 يوم صح كده؟ فـ DYSFUNCTIONAL BOLUMINORIA هو بيقول لك ان هي نتيجة يعني بتبقى شرط سايكل نتيجة لليوتيل فيز دفكت يعني هي عندها نحن طبعاً عارفين ان الـ OVCYCLE كنا عارفين ان فيه FLECLEAR PHASE وفيه UTL PHASE صح كده؟ وان UTL PHASE دي اللي مسؤول عنها الكربس UTN بقى أو LH والبرجسترون والحاجات دي فهو بيقول لك ان السايكل بتبقى قصيرة عشان الـ OVCYCLE فهي عيانة جاية بـ FLECLE يعني جاية السايكل بتجيلها ايه؟ اقل من 21 يوم بتجيلها كتير اقل من 21 يوم غالباً 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 بتبقى عيانة STRESSFUL عندها حاجة مثلاً نفسية متداقة شوية او حاجة وبيبقى عندها تندنسي ان هي يعني بيحصل لها SPONTANEOUS CURE عادي هي غالباً STRESSFUL PATIENT ولو ها اديها تريتمنت او ها اديها حاجة ممكن اديها آآ أورالبروجستيرون من اليوم الخمستاشر لليوم الخمسة عشر عشان نطول السايكل شوية يعني بعد ما يحصل الـ OVULATION وقت الـ OVULATION ابدأ ان انا اديها بروجستيرون عشان ايه؟ يعني ما بقاش معتمد على البروجستيرون بتاع الكربس UTN لان انا ها اديها بروجستيرون عشان يطول السايكل آآ يبلونج السايكل شوية تمام؟ دي الـ Dysfunctional polymenorate تمام؟ يبقى هي short cycle نتيجة اليوتيال phase defect آآ والعيانة ها تيجي بـ Frequent cycle أقل من 21 يوم غالباً دي عيانة STRESSFUL وعندها تندنسي ان هي حصل لها SPONTANEOUS CURE لو ها اديها حاجة ممكن اديها أورالبروجستيرون تمام؟ طيب بعد كده ايه تاني نوع بقى اللي هو قولنا عليه في الـ Regular أو السايكلة اللي هو الـ Dysfunctional minoragia الـ Dysfunctional minoragia يبقى دي فيـ Male أو Patient هي عندها الـ Period بتيجي هي Regular وكل حاجة وFrequency بتاعها مضبوط وكل حاجة ولكن هي تقيلة شوية تمام؟ يعني الـ Amount with Duration بيبقوا زيادة شوية تمام؟ فالـ Dysfunctional minoragia دي في منها نوعين قال لك والله ممكن يبقى عندها Excessive Bleeding قبل المنسترويشن أو ممكن يبقى عندها Excessive Bleeding ولكن بعد المنسترويشن يعني ممكن الـ Bleeding ده ييجي Pre-Ministerual أو ممكن ييجي Post-Ministerual فالـ Type 1 اللي هو Pre-Mature Shedding بتاع الـ Endometrium ده اللي بيجي لها Pre-Ministerual يعني يجي لها Bleeding من قبل المنسترويشن بعد كده ييجي وقت المنسترويشن بعد كده تخلص تمام؟ عشان كده بنقولي ان هي بتبقى Excessive أو زيادة في الـ Amount with Duration هي كمية النزيف اللي هتنزل عليها طبعا هتبقى اكتر والـ Duration اللي هتعودها هتبقى ايه اكتر طب ليه بيحصل Pre-Mature Shedding للـ Endometrium؟ بص ياولاد يا كل الحاجات اللي هنتكلم عنها في المنوراجية ديها علاقة بالـ Curbis Leotium يعني أنا في النص الثاني من الساكل أنا بيبقى عندي اليوتية الفيز وبيبقى مسؤول عنها Curbis Leotium وبيطلع برجسيرون صح كده؟ احنا عارفين كل الكلام ده فقالك واللهي ان انا عندي في الـ Pre-Mature ان الكربس يعني الكربس ليوتيم ده ضعيف قوي يعني هو weak hormonal support في الساكند هاف يعني نتيجة weak كربس ليوتيم تمام؟ يعني هنفترض ان الكربس ليوتيم ده معظمه اصلا مات قبل ما الايه مصايكلتي يعني 80% منه مات وفضل 20% كده هم اللي مكملين فالـ 80% لما ماتوا نزل عليها بليدي تمام؟ ده اللي بنقول عليه بري منستيروال اندومتريال كده؟ هنا اهم عليش بري منستيروال اندومتريال ايه بري منستيروال بليدنج تمام؟ والعشين في الماء دول مكملين فيعني شوية كده موجودين فلما العشين في الماء كمان دول يموتوا تنزل بقى السايكل الحقيقية تمام؟ يبقى يبقى دلوقتي عشان ما انا نتلغبطش انا عندي بري منستيروال بليدنج 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 بيحصل مني دايز قبل اصلا البروبر فلو قبل واحدة نشيل اللغبطة دي كلها ونكتب تاني عشان ايه؟ تبقوا شايفين؟ بيحصل قبل ايه البروبر فلو لو خدت عينة من الاندومتريال بتاعها هشوف ويك سكرتوري تشينجز يعني هشوف السكرتوري تشينجز اللي هي مسؤولة عنها البلوجستيرون هلاقي تغيرات سكرتوري ولكن هلاقيها ضعيفة قوي 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 تمام؟ ويعمل لها سكرتوري تشينجز وما يزود لهاش ال ايه الفلو طيب يعني اتمنى انتم فهمتوا الفكرة اللي هنا الفكرة ان هنا ان انا اه يعني هي نفس فكرة ال ايه فوق هي برضو كان عندها يعني الفترة كانت كمدة كانت قصيرة هنا والله الكوربس اليوتين في النص التاني موجود ولكن مسلا تمانين في المية منه مات فحصل لها بري منستيروال بليدنج بعد كده عشرين في المية التانيين ماتوا فحصل لها بقى اللي هو البروبر فلو بتاعها فعشان كده يعني بيبقى في بري منستيروال بليدنج بيزود الديوريشن وبيزود الاماونت طيب النوع التاني بقى مش بري ماتور ده مش بري منستيروال لا ده بيحصل ببسط من استيروال فبنقول عليه دليايد شدنج للإندوميترام وهنا العكس يعني في البري ماتور الكوربس اليوتينم كان ضعيف تمام؟ فمعظمه اصلا مات من الاول معظمه موجود عشرين في المية بس اللي كمله هنا قالك بقى الدليايد شدنج بتاع الاندوميترام ده هنا الكوربس اليوتينم جامد قوي 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 هيكمل معانا اصلا كمان بعد الايه بعد السايكل فانا افطرت ان انا دلوقتي عندي الكوربس اليوتينم اللي هو في النص التاني من السايكل عشرين في المية منه ماتوا فنزل لها البروبر فلو بتاعها عادي يعني هو في منه جزء مات كده بالتدريك ونزل لها البروبر فلو بتاعها عادي ولكن فيه 80% او فيه نسبة لسه موجودة فهيكمل معاها بعد الايه بعد السايكل كمان تمام؟ فده بيقولك يعني الدليايد شدنج للاندوميترام بتبقى نتيجة لسلو انكمبيليت ديجنريشن للكوربس اليوتينم فيعمل لها ايه؟ يعمل لها دليايد شدنج للاندوميترام فالعيانة دي هتيجي ببسط من استيروال بليدنج يعني بليدنج بيحصل ميني ديجز بعد بعد افطر البروبر فلو لو خدت تعيينة من الاندوميترام بتاعها هشوف ايه؟ باتشي سيكريتوري اندوميترام يعني فيه حتة كده سيكريتوري وحتة لا حتة سيكريتوري حتة لأ والحتة التانية مفروضة لان انا اصلا انا مفروض خلصت السايكل صحي كده؟ فهي مفروض تبدأ ان هي بقى تبقى ايه؟ يبقى فيه استروجين وتبقى ايه؟ بروليفرتف صحي كده؟ فانا هلاقي مكس ما بين الايه؟ ما بين الاتنين عشان لسه فيه بروجستيرون ولسه فيه كوربس اليوتينم يبقى لما اجي اعمل بوست من استيروان اندوميترين بيوسي هلاقي باتشي سكرتوري اندوميترين وفيه ايرلي بروريفراتف اندوميترين كمان موجود معي يبقى عشان نلخص الموضوع ده كده من الاول اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي السايكليك او الريجولار بليدينج اول حاجة ديسفونكشنل بوليمينورية وده ده ليوتيل فيز ديفكت وده بيبقى مشكلة في ليوتيل فيز خلاص وبيتعمل لها اين مشكلة في الفريكوانسي وهديها برجستيرون لما يبقى عندها ديسفونكشنل من ورجع النوع الاول اللي هو البريماتيور ده ايه عشان نلخصه في كلمة واحدة ده كورباس ليوتيل تمام التاني اللي هو الدليد ده سترونج كورباس ليوتيل تمام والبريماتيور هتاخد برجستيرون بتاعت الدليد شودنج هتاخد ايه بقى ده العلاق بتاعها بيبقى راخم شوية ولكن ممكن نمشيها على أورال كونترسيبتف ممكن نمشيها على أوسي بي ممكن تمشي عليها ثلاثة سايكل بقى ان انا ايه عافينها عامل انهابت للسايكل اللي جوه مشيها على سايكل من بره يمكن ايه تزبط لها الدنيا شوية يعني هتانهابت الوفيليشن والكورباس ليوتيل والحاجات دي فممكن تزبط لها الدنيا شوية يبقى احنا دلوقتي في المحاضرة انا خلصت اللوكال كوزيس خلصت الجنرال كوزيس بدأت في الديو بي خلصنا منها اول كلاسيفكيشن اللي هو الريجولر او السايكليك بليدينج اللي هو في حاجتين في ديسفونكشنال بولي مينوريه وفي ديسفونكشنال مينوريجه تمام؟ خلصنا مينوريجه بالنوعين بتاعها اللي هو ياما بريماتيوري ياما دليا تشيدنج للإندوميتريام ثم نبدأ ندخل على الجزء الثاني او في حتة زيادة في الساكن تاي بتاع دليتشودنج قال انها ممكن يبقى سترونج كورباس ليوتيل ممكن اسباب تانية كده يبقى لها علاقة بالبروستا جلندن وبتاع فقالك ممكن يبقى عندها مشكلة ان البروستا جلندن اللي بتعمل في اكتر من تعمل في اكتر من فاسو كونستريكشن فالبي جي اللي هو بروستا جلندن اي تو يبقى اكتر من الاف تو او الاي تو ممكن يبقى اكتر من او ممكن يبقى برضو عندها زيادة في يعني اللي هي بتكسر اللي هو السيستم اللي في جسمنا اللي بيكسر اللي بعد ما تحصل ممكن يبقى عندها فده برضو اللي عمل لها زيادة في ايه في البليدنج تمام طيب يبقى احنا كده خلصنا النورمال اه سوريا خلصنا الريجولر او السايكليك او الاوبيلر طيب هنتكلم بقى نبدأ ندخل على النون اوبيلر سايكل اللي هو اول واحد قلنا عليه استريشولد بليدنج والستريشولد بليدنج ده وله زي ما اتفقت معاكم ان في الاوبيلر انا كان عندي استروجين وبروجستيرون لو عملت اختبرات الاوبيليشن هلاقيها بوزتر لو جيت ابص على الرحم هلاقيه في فترة من الفترات بتاعته هلاقيه سكرترو يعني فيه برووجستيرون م تمام اما هنا في النون اوبيلر انا بتكلم على استروجين استروجين بيور استروجين تمام لما بكلمك على حاجة اسمها استريشولد بليدنج استريشولد بليدنج ده ليه علاقة بالاستروجين وان الاستروجين يا ولاد انا عندي استروجين ولكن الاستروجين عشان يفنكشن جوه جسمي لازم يبقى ليه استروجل دموعين تمام يعني لو انا تعتبر دي نسبة الاستروجين في استروجل دموعين كده لو في استروجين اقل منه مش هيفنكشن لازم يبقى اعلى من استروجين ده عشان يبدأ ان هو ايه? يشتغل. تمام? فهي ده بتبقى هي قوي ولكن يعني فيها من الأوفري. تمام? يعني انا عندي ولكن ده كميته قليلة اقل من اللي مفروض يشتغل عنده. فبيحصل في فعشان كده البيشنت هتبقى عندها ودخلة كده في سبوتنج يعني كل شوية كده يجيلها شوية سبوتنج بعدين يسكتو فعشان كده بنعتبر الحالة دي بتبقى من الايستروجين أنا ما عنديش قصلا ايستروجين فعشان كده بنعتبرها من الايستروجين لو عايز عالجها هتديها في نص الاول من السايكل هنديها ايستروجين عشان بيبقى عندها كمية الايستروجين قليلة وبعد كده في النص التاني نديها ايستروجين وبروجستيرون لمدة ايه لمدة ثلاثة سايكلز يبقى السريشولد بليدنج او النن اوفيلر انا لو عملت اختبرات الاوفيليشن انا مليش دعو بالاوفيليشن خالص هلاقيها نيجاتيف ولو جيت ابصت على الرحم هلاقيه بروليفرتف يعني تأثير الايستروجين على الاندوميتريا تمام فده بيبقى ليه علاقة بالايستروجين بس فاول حاجة السريشولد بليدنج والايستروجين عشان يشتغل في جسم الفيميل لازم يبقى فيه سريشولد معين هو يكون معديه لو معداش السريشولد ده فده معناه ان هو مش ايه ده معناه ان هو مش هيقدر يفونكشن فهينزل عليها سبوتنج افريناو انزين كتريتمنت هاديها ايستروجين في النص الاول من السيكل واديها ايستروجين وبريجستيرون في النص التاني من السيكل نبدأ بقى ندخل على الموضوع الكبير اللي معنا مش كبير قوي يعني والله ان شاء الله هيبقى لازيز بردو اللي هي الميتروباثيا هيموراجيكا الميتروباثيا هيموراجيكا دي عشان ما نطلبطش مع بعض هي نوع من الديو بي يعني نوع من الديسفنكشن لوترين بليدنج أو النوع من الديسفنكشن لوترين بليدنج او الانوفيلر او الهو ال الريجيولار او نانول سيكوليك تمام من الاسم كده الامتروباثيا يعني مترو يعني يوترس باثيا يعني باسولوجي يعني فيه مشكلة فيه اليوترس عامل ايه هيموراجيكا يعني عامله هيمورج دي ياولاد دي تحسينها كده يعني تحسوها jack straight حسولليك ياتش يعنيوتروباثيا هيموراجيكا دا تشخيص بنقول عليه wulsup von clinical주고 تمام؟ يعني فيه حاجات demo sequential وحاجات باسولوجيكال هي اللي عملت الكونديشن عند الفيميل دي. بنوصف الكرينيكو باسولوجيكال كونديشن دي بان هي فيميل عندها شورت بيريود اوف امينورية. يعني بيجي لها فترة ينقطع فيها الدم تماما امينورية. بعد كده يجي لها برولونجد بينلس بروفيوز باجينال بليدي. شايفين كان بي برولونجد بينلس بروفيوز باجينال بليدي. تمام? وبيبقى ليها علاقة بي الايستروجين زي ما اتفقنا. عشان ده نان اوفيلار. مالوش علاقة بالأوفيوليشن. فيجي لها ايه? دي علاقة بيهيسطروجين وبيجي لها برولونجد بينلس بروفيوز باجينال بليدين. يبقى المترو بس يا هيمولاجيكا هي بليدي شورت بيديود اوف امينورية. بعد كده يجي لها برولونجد بينلس بروفيوز باجينال بليدين. هي نوع من الدي يو بي. بنوع من من النا نان اوفيلر. تمام? او نان اوفيلر على طول ان كلا. تمام؟ يبقى هي ايهي نوع من الار ري�� مال او النان سايكليكك� zero? تمام؟ قلنا بأن الانسدنس هو أشهر نوع من أنواع D.O.P. لا نعرف أنه محدد ونعرف أنه سبب معروف ولكن غالبا الباثوجينيسيز يحدث نتحدث عن ما يحدث عن السايكل العادية وعندما نعرف أن النص الأول من السايكل فوليكولر يحدث في FSH ويبدأ أن السايكل فوليكولر يحدث عن إيستروجين ثم يحدث عن السايكل وفيها LH وكربس لوتين يتكون ويطلع بروجستينو هذا هو النورمال سايكل قلنا بأن السايكل يكون في النص الأول من السايكل أن السايكل عمالة تكبر عاجي تحت تأثير FSH وجوها الأوبام قلنا بأن السايكل لا تتربشر ستفيل أنها تربشر والأوبام ستتعود السايكل ستتحول لتعدي سايكل حسنا ارتدت فلويد والأوبام والأوبام ماتت طبعا تعني إيستروجين والإيستروجين لنعمل فين؟ لنستخدم على الإيوترس فعمالي يخلي اليوتريس PROLIFORATIVE الى المدة التي احصل فيها يدعونها في كل المدة يدعون Organization يطلخما على Feat treatment يعمل على علي يوتريس فيها lreen وطبعا ما تكونش كوربة سليوتية ماتت وهي ما طلعش منها الاوفم وما تكونش ايه ما تكونش كوربة سليوتية مفيش بروجستيرون خالص مفيش سيكريتوري اندوميتريام خالص تمام فعشان كده ده اللي بيفصر البيديود اوف امينورية تمام بعد كده يبدأ بقى السيستل اللي تكونت دي يبدأ يحصل لها اكزوشن تبدأ ان هي تتعب يبدأ البرشرة جبهها يزيد تبدأ ان هي بقى كلها تموت فيحصل درب مرة واحدة في الليفل بتاع الاستروجين الكتير اللي كان موجود ده فيبدأ يجي لها البرولونجيت بيرفيوس فوجين البليدينج اللي احنا قولنا عليه تمام ده كده شرح الميتروباسيا هيموراجيكا واللي بيحصل فيها وليه بيحصل لها امينورية وبعد كده ليه بيجي لها برولونجيت بيرفيوس فوجين البليدينج تمام ده نفس الكلام اللي مكتوب هنقرأه مع بعض دلوقتي قال لك الباصو جنيسيز اللي بيحصل الكوزيز بتاعت الأمنورية ان انا عندي جريفين فولكل تمام؟ هتوقض تكبر ولكن فالفولكل دلوقتي هنقول عليها فوليكولر سيست بعد ذلك تبدأ انها تدخل في البليدين اللي هو الايستروجين اللي حصل دروب للايستروجين ليفل لان حصل اكزوشن للجريفين فوليكل هي ذات نفسها تعبت بيحصل لها بريشر اتروف يعني بتبدأ انها تموت بقى عشان الجرانيولوزا سيلز اللي موجودة جواها بتزود الضغط اللي موجود بيزيد الانتروجين وكمان نتيجة للنجاتب فيدباك انهيباشن بتاع الف اس ايتش عشان لايستروجين الكتير اوي اللي موجودة تمام؟ فبيحصل نجاتب فيدباك انهيباشن للف اس ايتش تمام؟ دي الاسباب اللي بتعمل فعشان كده يجيلها الايه؟ البرونجد بينلس بريفيوز فجينال بليدينج يبا هي دي الكيس او الحالة بتاعت الميتروباسيا هيموراجيكا تمام؟ هي بيبقى شورت بيريود اوف امينورية بعد كده يجيلها برولونجد بينلس بريفيوز فجينال بليدينج عرفنا ليه بيجيلها امينورية وعرفنا ليه بينزل عليها البليدينج بعد كده اه بعد كده بقى نبدأ نتكلم على الحاجات بقى حاجات كده حلوة في البيشنت بشكل عام يعني كباصولوجي قال لك انا لو جيت ابص على اليوترس ماكروسكوبك ومايكروسكوبك قال لك والله ان انا هلاقي اليوترس كبير جدا ولكن هو كبير سيمتريكلي يعني كله كبير اه بس ما بيعديش السايز بتاع من تمانية لعشرة ويك يعني اعتبارها كده ست حامل بس ايه في الاسبوع من الاسبوع الثامن للعاشر يعني لسه في اول شهرين ولا حاجة تمام اه فهو كله بيبقى كبير سيمتريكلي كمان المايوميترم ذات نفسه يعني مش بس الاندوميترم المايوميترم ذات نفسه هي بكبير برضو بيبقى عندها مايوهايبربليزيا لو جيت بص عليه تحت المايكروسكوب هللاقي الجلاندية ذات نفسها الكبيرة هللاقي الجلاند سترومال ريشو كبيرة فاتديني شكل السويسر السويسري اللي هي ايه لما كانوا بيرسموا لنا مساط يعرفين؟ هل لدينا بتاعت تومجيري؟ تمام فيه اخرام اخرامي اخرام اشان كده الجلاندية كبيرة 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 البتديني الشكل السويسر Vil Valentine's Day ولا اي اي حاجة خالص 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 لها علاقة بالإيه بالسكراتوري اكتيميس لو جيت بص على الاوفري هلاقي ان في اوفري فيهم في واحدة او مور من السيستكماس دي موجودة بتبقى قل من 5 سنتي تقريبا ومفيش اي افدنس لفريش كوربس ليوتيم مفيش افدنس لكوربس ليوتيم خالص الجريفين فوليكل اصلا مارب شريتش و الاوفم ماتت جواها وعملت سيست فمفيش كوربس ليوتيم خالص لا يوجد بروجستيرون حالص على مستوى اليوترس بعد كده بيكلمك بقى على كلينك البكتور بتاعت الميترو باسي هاموراججي اندرو باسي هتطرد نفسي ان انا دكتور نيسا واعل جات لي عيانة عندها من 40 الى 45 سنة بتقولي والله يا دكتور انا بشتكي ان انا بجيلي فترة كده شورت بيديو دقفة مني بقعد 8 اسابيع يعني مو من اكتر من 8 اسابيع بعد 9 اسابيع مثلا ما بينزلش عليا اي حاجة وبعد كده مرة واحدة بينزل عليا دم كتير جدا من غير اي وجعه ومن غير اي حاجة تمام؟ ده دل العيانة هتدخل تقوله انا بالإجزامينيشن هبص عليها هلاقي والله ممكن تبع عندها شوية بالور كده ممكن يبع عندها انيميا نتيجة للبليدنج كتير اللي هي بتفقده ده هيا بص على اعمل لها ايزامينيشن لليوترس هلاقي حجم اليوترس كبير و سيميتريكلي انلارجد بعد كده لما اجي اعمل مثلا صنار الاقي سيست موجودة في الاي في الاوفري ممكن احسها برضو من غير الاي من غير الصنار تمام؟ ده كده الكيس في دماغي تمام؟ في الايجزامينيشن انا ممكن الاقي عندها بالور نتيجة للانيميا هلاقي الفاجينا ليه اليوترس بيبقى صوفت و بيبقى سيميتريكلي انلارجد بيبقى كبير الاوفري برضو ممكن يبقى فيه سيست و ممكن تبقى كبيرة ممكن احسها او ممكن اعمل لها ألترا ساوند قالك بعد دفرينشال دياجنوزز بتاع الشورت بيريود اف امينوريه احنا عارفين ان اهم في الريبولاكتف ايج اهم سبب للامينوريه هو ايه؟ تمام؟ فممكن هي كان عندها شورت بيريود اف امينوريه عشان مثلا اه بعد كده جاء لها فاجينال بليدنج عشان كانت حامله وبعد كده دخلت في اكتوبك او بقيت فيزيكولار مول وهكذا يعني ده الدفرينشال بتاع الشورت بيريود اف امينوريه بعد كده ايجالها فاجينال بليدنج تمام؟ طيب اه بعد كده قالك بقى الانفستيكيشن بتاعت الميتري باسي هاموريج بحامل لها انفستيكيشن ايه؟ وضا هي اولاد دي كيس بنمشي معها سيستيماتيك انا هعود اعمل انفستيكيشن بحاجات عشان لو لقيت كوز كان بها يعني مش اقول عليها دي و بي اصلا او مش اقول عليها مترو باسي هاموريج بحامل لها انفستيكيشن فهنمشي معها سيستيماتيك بالانفستيكيشن يعني هعمل لاب بعد كده اميدجينج بعد كده ابدأ ان انا هدخل انفستيكيشن والحاجات اللي احنا عارفين هذي تمام؟ فلما نجي اعمل لها انفستيكيشن لو عملت لها لاب هعمل لها سي بي سي هشوف لها كيو اجريشن بروفايل ليفر فانكشن اشوف الليبر بتاع برولكتين اعمل لها ممكن اعمل لها اللابس بتاعت بسي او بردو فكل ازي حاجات ممكن اعملها لاب بعد كده ممكن اعمل لها اميدجينج اعمل لها صنار ولا حاجة اشوف اليوترس بتاعها شوف الادنيكسا اممكن اعمل لها transevajinal ultrasound او دوبلر ممكن اعمل لها color dublar يعني اعمل لها اميدجينج بكل الطرق الممكنة بعد كده ممكن نبدأ ندخل لإنفيذف فممكن نعمل لها الـDNC تمام ممكن نعمل لها Dehydration and Curitation وalـDNC في الحالة دي بيبقى Diagnostic and Serapiotic فأنا هشوف الهرمون الـEnvironment بتاعت الـIndometrium كدياجنوز ممكن قادر أشخاص لو فيه Organic Intri-Train Lygion لو في حاجة جوهة اليوترسات نفسه وقادر أشخاصها وان انا برضو ممكن اوقف الـ bleeding عشان هشلهها الطبقة بتاعت الـEndometrium فهو ليه Surapotic Effect جبا لي Diagnostic & Surapotic Effect لو عملت لها DNC كده ممكن نعمل لها تصوير باستبغة ممكن نعمل لها هسترو سالفينجو جرام هسترو جاء من يوترس سالفينجو اللي هي الايه الانابيب وجرام يعني تصوير فعمل لها تصوير باستبغة اشعة باستبغة وده ممكن نعمله لو مفيش منظار يعني الهسترسكو بيمش موجود وهعمله طبعا بعد ما البليدنج يقف تمام وده هيبين لي لو برضو اه لو فيه ترين انوملي او ساب ميوكس بقى فيبرويد او في بوليب او اي حاجة برضو هيبينها لي يعني برضو لو فيه كوز هيبينه لو مفيش كوز نبدأ نقل عليها ذيوبي ممكن برضو نعمل لها أندوسكوبي ومنذار سواء ان انها هسترسكوبي او الكرام آه ده قوضي تمام طبعا عارفين ان انه هسترسكوبي يعني ده يعني ممسور رحيم او الكرام ان الابيروسكوبي او لصول البطن بشكل عام وهيبدا ان انت اوصل لاييه اوصل منه ليه اليوترس تمام يبقىzyl investimiento بتاعت متروباس هيع مراشجا الميتروباس هي مراشقة كده في دماغك انت تحطها ككيس يعني هي في ميل دخلالي 40-45 سنة بتقولي عندي short period of aminuria بعد كده 8 اسابيع او اكتر بيجيلها بيجيلها بينلس بريفيوس برولونجد بليدن ابدأ ان انا يعني ابدأ ان انا بقى اما اتأكد ان هي ما كانتش حامل مش بريجنانت عشان الديفرينشل وان هي ما دخلتش مثلا في فيزيكرا المول او 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 اي حاجة بعد كده ابدأ ان انا عمل لها الانفستيكيشن اطوب لها لا بقى عمل لها التراساوند ممكن عمل لها ايمدجنج دي ان سي وكل الحاجات زي تمام يبقى الميتروباس هي مراشقة في دماغك كده تبقى كيس وان عارف الاسباب بتاعتها لي بيحصل لها امينورية عشان عندها بعد كده بيجيلها بليدنج عشان الليفل بتاع الايستروجين بيقل مرة واحدة بصوا هنتكلم بقدر واسع تريتمنت بتاع الميتروباس هي مراشقة وقال لك التريتمنت انا عندي جنرال تريتمنت بعد كده تريتمنت للبليدنج اللي عند البيشنط الجنرال تريتمنت دي اولاد انها لو عندها بلور او دخلت في اناميا او دخلت في شوك ولا حاجة ابدأ ان انا عالج لها اعالج الموضوع ده ان انا هكوريكت الجنرال كونديشنط بتاع البيشنط فا يعني.. بتحلي البيشنط بقى ايه.. لو عندهها انيميا في ا اناميا فاديها ايرن مثلا لو ودخلتف شوق فايدك ان انا بادها بلوت تريتمنت بعد كده بي aucunتيجو دقام لدينا اكتف تريتمنت بعد كده يابع عندنا اكتف تريتمنت الاكتف تريتمنت لله هو ليسبل الشرطي بريدوسبب ايه متروبس الجنرال كنف ماه؟ ده الاكتف تريتمنت والاكتف تريتمنت يو يشمل حاجتين يا اما ميديكال تريتمنت وتصروج somebody بعد جدا الميدكل نقسم يقسمه إما هرمونال يقسم نانهرمونال يبدأ قسم دماغي تقسيمة كبيرة لاندي تريتمنت جنرال عشان العيانة بتنزف كثير فابدأ أخلي بالي منها أو تريتمنت اكتف والاكتف ده يقسم ميدكل يقسم سرجوكال والميدكل يقسم هرمونال يقسم نانهرمونال النانهرمونال يا ولاد لاني اديها حاجات عشان الـ ممكن اديها نانسترويدال أنتيامفراماتوي الدروغز وده هتقلل يعني هتأثر على البروستاجلاندز اللي هم الفاظوديلاتر فتقلل لها البليدن كده بديها طبعا ديرنج الإبسود بتاعت البليدن هتقلل لها نسبة البليدنج تقريبا بنسبة 50% وده حاجة زي الإببروفين أو المنفينيك أسد يعني دير حاجات النانسترويدل اللي ممكن أديها لها ممكن نديها أنتي فابرينوليتك إيجنت وده برضو يعني هيقلل لها البليدنج بنسبة 50% هتدي ديرنج الإبسود بتاعت البليدنج هيعمل هوميوستيزز شوية وده زي الترانزيميك أسد أو زي الايه يعني الكابرون تمام ده الكابرون اللي بنتدي للفيماز اللي عندهم بليدنج تمام ممكن نديها حاجة تالتة اللي هي حاجة اسمها الإيزاميسيليت وده زي الدايسينون الدايسينون دايوليت مشتغل على الكابلري ذات نفسه بيقلل الكابلري فرجلتي بتديه خمس أيام قبل الصيكل تمام؟ يعني هي مثلا في التمن أسابيع آخر أسبوع كده حسب لها خمس أيام هتديهولها قبل الأتك وهتكمله خلال الأتك وده زي الدايسينون أو الدافلون أو الحاجات دي اللي بتأثر على الكابلري يقول بتزود القوة بتاعت الكابلري شوية عشان تقلل برضو كمية البليدنج يبقى دك إيه؟ ده الميديكال تريتمينت بتاع ده الميديكال نن هرمونال تريتمينت بتاع الميتروباسيا هيمراجيكا والله يبقى الهرمونال قال لك الهرمونال أنا ممكن أديها حاجات هرمونال عشان توقف الإبسود بتاعت البليدنج فأنا طبعا هتديها إيه؟ هتديها إيستروجين هتديها بلوجستيرون ممكن أديها ممكن أديها إيستروجين سواء آي في أو آي ام ممكن تاخد 25 جرام كده والنهاية تعمل لها طبعا هتبقى ريبيتت بس لازم إن أنا لو هتديها إيستروجين لازم أديها بعدها نور أسيتيت لازم نديها بعدها بلوجستيرون عشرة ميلي لكل يوم لمدة من أسبوعين لتلاتة تمام؟ يبقى أنا بعد الإيستروجين اللي هتديه لها هتديها بعدها إيه؟ بلوجستيرون ممكن أديها بلوجستيرون من الأول ممكن أديها عشرين لمدة تلاتة أيام لحد ما البليدنج يوقف بعد كده أبدأ إيه نديها عشرة برضو من أسبوعين لتلاتة ممكن أديها أورال كنترسبت في بيزا أديها أربع إيراس يوميا أرث كل ست ساعات وده لمدة أسبوع بعد كده أبدأ أديها أرث في اليوم لمدة من أسبوعين لتلاتة برضو تمام؟ يبقى أربع إيراس أنا ببدأ يعني أسبوع أربع إيراس كل يوم أرث كل ست ساعات بعد كده أقلرهم لقرص واحد كل يوم لأسبوعين مايه من أسبوعين لثلاثة تمام؟ ده عشان أوقف الإبسود بتاعت السفير بليدينج آآ تمام بصو ياولد السايكليك سيرابي بقى احنا يعني قلنا فوق دي الأدوية اللي أنا ممكن أديها لهم عشان أوقف الإبسود بتاعت البليدينج اللي موجودة دلوقتي تمام؟ ممكن بعد كده عشان بقى نعالج الكنديشن ذات نفسها يعني الفيميل دي تمشي على سايكليك سيرابي تمام؟ طيب بتمشي على سايكليك سيرابي ايه؟ ممكن تاخد بروجستيرون ممكن تاخد اللي هو الدبروفيرا أو كده أو النور أسيتيت هتمشي عليه بقى ممكن تاخد الميدروكسي بروجستيرون أسيتيت اللي هو بروفيرا آآ ده طيب ممكن تاخده عشرة ميلي جرام هتمشي عليه لمدة ثلاثة أسابيع ممكن تاخد النور أسيتيت وتاخد برضو عشرة ميلي جرام من آآ من اليوم الخامس للسايكل وتمشي عليه ثلاثة أسابيع برضو Impossible 3-6 Последний المحل من حياتها ممكن تاخد حاجة مش أورال ممكن تاخد إنجيكتابل يعني ممكن تاخد اللي هو الديبروفيرا مش البروفيرا ده اللي هو التاب الديبروفيرا اللي هو الإيه الإنجيكتابل أو الحؤان ممكن تمشي عليها برضو مدة 3 أسابيع ممكن نديها حاجة اللي هي الـ GnRH Analog لو انتم عارفينها دي بقى هتعمل أصلاً أتروفي للإندوميتريم دي هتوقف السايكل من فوق خالص فتعمل أتروفي للإندوميتريم وتقلل جنادات روبينز من الأنتيريو البيتيوتري وتعمل داون ريجوليشن ميكانيز تمام ممكن في بعض الأوقات لو هي في الريبرودكتف إيج وعايزة تحمل وعندها المشكلة دي والسايكل بتاعتها أن أبيولاتري أصلاً ممكن نديها اللي هو الكروميت تاب يعني ممكن نعمل لها ونديها الكروميت تاب وبناخده من اليوم الثالث لليوم السابع للسايكل تمام طيب السيرجيكال تريتمينت اللي بيبقى عندنا يبقى عشان من نطول مع بعض احنا قلنا بتاع الميتروباسي هامورجيكا نعم زرطان أن أبقي عندي حاجة جنرال وحاجة اكتف والجنرال اللي تكلمنا عنه كأنيميا والهامورجيك شوك وبعد كده الاكتف قلنا مديكال وسيرجيكال صحي كده خلصنا المديكال اللي هو نان هرمونال وهرمونال وتكلمنا على النون هرمونال اللي هو أن أنا هوقف بي البليدينج والهرمونال برضو إما وقف بي البليدينج إما تاخد سايكليك ثيروبي بعد كده السيرجيكال أنا بقى يعني حاجات كده بسيطة ممكن نعمل لها دي أنسي زي ما اتفقنا أن هو دياجنوستيك وثيرابيوتك فممكن البيشنت إيه عندها بليدينج يعني هي بيشنت وعندها بليدينج فوق 40 سنة خدت ميديكال تريتمنت ومنفعش أو عندها سفير بليدينج فممكن نعمل لها دي أنسي ممكن برضو نعمل لها أبليشن للإندوميتريم يعني أموت الإندوميتريم أو أجزاء بتاعته ممكن نعمله ريسيكشن يعني أشيل جزء ممكن نعموته بالليزر أو ثيرمل أو الميكرويف أبليشن كل الحاجات دي ممكن نعملها اللي هستريستومي ممكن بقى أن نحن نشل لها الرحم ذات نفسه لو هي بيشنت فوق 40 سنة خلاص لكل لينز بتاعت التريتمنت التانية الميديكال والهرمونال وديو بي ده مثلا عندها حاجة معي يعني هي عندها برضو بيلفك باسولوجي عندها ملتوب الفابرويد عندها أي حاجة معي فبدأ أن أنا بعمل لها هستريستومي كيه كده يوصط 40 سنة فغالبا بتبقى كومبوليتد هيرفاملي خلاص مش محتاجة لإيليوترس تمام ده كده الميتروباسيا هيموراججا موضوع الميتروباسيا هيموراججا كده إحنا خلصنا الأبنورمال بليدينج من الفيميل جنتل تراكت وتكلمنا على التايبس بتاعته وتكلمنا على الكوزيس بتاعته كلوكل وجنرال والذي وبي بكل الحاجات اللي فيه وفرقنا وعرفنا المصطلحات المختلفة الفاضل بس الصفحة التجميعا كده في الآخر بقى بيكلمك على البليدينج بس أكوردنج للإيج يعني على حسب الإيج بتاع الفيميل فالفيميل لو عندها بليدينج في أول أسبوع طبعا كلنا عارفين ده إن ده بيبقى استروجين ريزدرول من الهرمونال بتاعت الأم اللي جاية لها عن طريق الأم ده لو جاءها في أول ويك أوف لايف بعد كده في التشالدهود أو اللي هي البيو بيرتل يعني اللي هو يعني قول قبل مثلا 12 سنة مثلا فدا ممكن يبقى الفيميل دي داخل فيه بريكوشيس بيو بيرتي ممكن يبقى عندها لوكالكوز ممكن يبقى مثلا جاءها ممكن يبقى عندها pure Haven Body ممكن يبقى فيه تيومر لللور جيني تيتراج ممكن يبقى عندها مثلا إزي التيومر ده زي الساركومة للسيرفيكس أو ممكن يبقى عندها general cause ممكن يبقى عندها bleeding disorder كل الحاجات دي تعمل bleeding في الـ childhood يعني قبل البيوبرتي تمام؟ يبقى هي ممكن يبقى عندها ممكن عندها تيومر ممكن عندها foreign body ممكن general cause زي طيب لو جالها bleeding في وقت البيوبرتي فده غالبا دي و بي تمام؟ زي ما اتفقنا النوات دي و بي أشهر وقت ليه بعد البيوبرتي على طول أو قبل اه اه او قبل المنبوس تمام؟ وده لكم نست ده لكم نست أصلا cause zop او ممكن يبقى عندها general cause ممكن يبقى عندها blood disease طيب الـ bleeding لو جالها في الـ childbearing period الـ childbearing period دي بقى اللي هي دي الفضلة اللي هي الـ reproductive age دا اللي احنا بنتكلم عنه فطبعا يعني ده كل الأسباب هو الدرس اللي احنا شرحنا النهاردة اللي هي local causes general causes الـ diop كل الحاجات دي بس أشهر سبب يعمل الـ female bleeding في الـ childbearing period هي complication للبريجنسي انها تبقى حامل ويحصل لها complication لإيه للبريجنسي طيب لو جالها الـ bleeding ده لو جالها premeniposal او لو بري منيبوزل يعني قبل ما تدخل في سن اليأس برضو زي ما اتفقنا diop common excuses يعني هو اشهر حاجة diop زي ما اتفقنا بيبقى اشهر حاجة اما في وقت البيوبرتي اما قبل قبل المنبوس على طول ممكن يبقى عندها adenomyosis ممكن يبقى عندها cancer cervix ولازم طبعا ان احنا نexclude complication of originals يعني ممكن الفيميل ده كتحامل مثلا ولا حاجة والحملة ده طبعا مش هيكمل ولكن هو اكيد هو سبب من الاسباب اللي ممكن تعمل لها ايه premeniposal bleeding اخر حاجة هنتكلم عنها اللي هو بقى البوست meniposal bleeding ان زي فيميل بعد خلاص احنا تأكدنا ان هي دخل في المنبوس بعد المنبوس بسنة تقريبا يجي لها bleeding من genital tract بعد المنبوس بالتنشر منص اللي هو تقريبا ايه بسنة طيب الاسباب اللي تعمل لها كده والله ممكن يبقى عندها ماليجننسي ممكن يبقى عندها cancer cervix او body او vulva او vagina ممكن يبقى ازر نيوبلاسم في ovary مثلا ممكن يبقى granulosa sel trumer وهكذا ممكن ايستروجين withdrawal bleeding ان ايستروجين طبعا ممكن تاخدو كهرمون الربلس من سيربي والحاجات ذي فممكن يبقى ايستروجين withdrawal bleeding ممكن عندها severe infection زي senile vanagitis او endometritis ممكن برضو حصل تروما او حاجة ممكن عندها decubitus ulcer من القعدة كثير ممكن عندها retained بسري في gentle prolapse يعني احنا ممكن تبقى حاجة retained برضو عملالها ايه حصل عليها infection او عملت لها troma او حاجة ممكن بقى general causes ممكن عندها hypertension blood disease غالبا هي في ميل كده كده كبيرة في السن ممكن يبقى رينال او rectal bleeding ممكن يبقى mistaken ان هو vaginal bleeding بس هو مثلا جاي من rectum او جاي من اليوريسترا او كده تمام طبعا هنعمل لها نعمل لها investigation and treatment على حسب الكوز تمام كده خلصنا المحاضرة وبدايتنا النهاردة وخلصنا بليدنج اسباب بليدنج على حسب الage وعلى حسب الكوز والطيب وكل حاجة اتمنى ان المحاضرة كانت تبقى سهلة وان انتم استفدتم بيها وشكرا لكم